في بعض الأوقات كانت أمهات تقول لأولادها عاوز تصفي المشكلة مع بابا روح معاه صلي وقعد اتكلم معاه بعد الصلاة خلاص وبتبقى متفقى مع الزوج والزوج يبتدي يقول والله في الأجواء الجميلة دي أنا مقدرش فعلا أعدبك على اللي حصل أو يقول لك كده غلط أو يقول لك كده صح لكن الواقع بيقول لنا ممكن أكون شدت عليك بزيادة وأنا بعتذر عندها ومش عيب إن إحنا نعتذر لو سمحتم مش عيب إن إحنا نقول لإحنا غلطانين مش عيب أبدا إن إحنا نفتري في العيل وبعد ما نفتري في العيل نقول أخطأت وأنا آسف وأنا بعتذر اعتذار شديد اللهجة اعتذار لكذا يعني مش عيب ومش غلط لأنه هو الاعتذار ده من شيء من رسول صلى الله عليه وسلم في بدر أما يعني أوجعتني يا رسول الله ما تخبط الصحابي ببطنه وكمل الصحابي القصة الجميلة المشهورة اللي هو يعني إيه التحم مع بطن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر